مستمينة مشاهدين العزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبق أن قلنا أن هذا العام يصادف الذكرى ستين على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين كوريا وثلاثة الدول العربية هي الأردن والسعودية والمغرب وبحدي المناسبة سعيدة أجرينا الأسبوع الماضي بقابلها مع سفير المملكة العربية السعودية لدى كوريا الجنوبية واليوم سنستضيف سعادة السفيرة أسل التال سفيرة المملكة الأردنية الحاشمية لدى كوريا الجنوبية فدعونا نرحب بها جميعا وأحلا وسأحلا ومرحبا بك سعادة السفيرة وأنا سعيدة باللقائك في هذا البرنامج شكرا لك سيدة لولو وشكرا لكي بي اس لاستضافتي في هذا البرنامج الجميل وأنا سعيدة بأن أكون جزء من الاحتفال بالذكرى الستين للعلاقات بين الأردن وكوريا في البداية نبدأ بتعريف سعادة السفيرة وخبراتي الدبلوماسية السابقة أفهم أن هذه هي المرة الأولى التي تعاملين فيها كسفيرة لبلادك لكني أعتقد أن كان هناك رحلة دبلوماسية طويلة قبل ما جئك إلى كوريا صحيح في الحقيقة ضممت إلى السلك الدبلوماسي في العام 1999 بعد تخرجي من كلية القانون في الجامعة الأردنية وخدمت في السفرات الأردنية في الولايات المتحدة لمرتين في واشنطن وخدمت أيضا في بلجيكا وفي سويسرا والآن أول مرة أخدم في منطقة شمال شرق آسيا وأنا سعيدة جدا لوجودي هنا إذن لقد اعتقيت بالعديد من سفراء حتى الآن لكنها المرة الأولى التي أعتقي بسفيرة عربية لذا فأنا أكثر سعادة ولكن يعني يوجد في كوريا بصراحة عدد قليل جدا من المديرات التنفيذيات في شركات والمؤسسات الهكومية بين بلدان العالم حيث تبلغ نسبة النساء في المراتب العالية مثلا في الصين بالنسبة 15% مقارنة بكوريا بالنسبة 5% فقط يعني يستقدم تعبير يعني أو السقف الججاجي أيضا في القرب ولكن في كوريا هذه المسألة أكثر جدية بشكل استثنائي يعني ففي كوريا هناك كده أصوات تطالب بنظام حساس نسائية في المراتب الرفية في الشركات أو المؤسسات الحكومية في الأردن يعني حيث ما كانت المرأة مرتفعة نسبيا بين دول الشرك الأوسط ما هي نسبة يعني كده مناصب المرأة العالية في المجتمع؟ يعني إذا سمحت لي ممكن أن أعرض لتجربة المرأة في الأردن منذ الستينات والسبعينات فمثل ما تفضلتي المرأة الأردنية كانت دائما في أعلى المراتب وتشارك في الحياة السياسية والحياة الثقافية والتعليمية ومختلف مناحي الحياة فمنذ السبعينات للمرأة الأردنية حق الانتخاب والترشيح كما أنها أصبحت وزيرة لأول مرة في مختلف الحكومات الأردنية منذ السبعينات وهناك العديد من السيدات الأردنيات بالقطاع الخاص في مناصب عالية جدا وكما هو الحال في القطاع الحكومي فمثلا حاليا يوجد وزيرتان في الحكومة وكل حكومة أردنية دائما فيها سيدات وزيرات لأن تمكين المرأة الأردنية من أهبرز أولويات الحكومة والقيادة الأردنية منذ تأسيس المملكة فلهذا كما تفضلتي دائما تجدين المرأة الأردنية في أعلى المناصب الحمد لله ولدينا الكثير من السيدات المتميزات مثلا في السلك القضائي هناك قاضيات في السلك الدبلوماسي هناك حاليا ست سفيرات ست سيدات سفيرات وهناك تقريبا أربع وخمسون دبلوماسية أردنية في مختلف دول العالم فالحمد لله هذا أمر يدعو إلى الفخر والاعتزاز ونعمل طبعا دائما من أجل زيادة عدد النساء في مختلف المناصب والله نحسدكم إذن كيف تفهمين الوضع الحالي للعلاقات الثمائية بين كوريا والأردن؟ والله العلاقات ممتازة جدا وهي هامة جدا بالنسبة للأردن وكما تفضلتي هذا العام نحتفل بذكرى الستون لهذه العلاقات فبنظر للعقود الستة الماضية نرى أننا حققنا معا الكثير من الإنجازات على مختلف السعود وقد زار جلالة الملك عبدالله الثاني كوريا خمس مرات فهذا دا يدل على أهمية علاقتنا مع كوريا واحتمامنا الكبير بها وهذه العلاقات الثنائية هي متشعبة عفوا ومتنوعة تغطي الكثير من الجوانب وقد وقعنا خلال العقود الماضي أكثر من 25 اتفاقية ومذكرة تفاهم فممكن أعرض الآن إذا سمحت لي العديد من العناصر التي نعمل عليها معا بالتعاون مع الجانب الكوري مثلا نعمل على تعزيز وتوسيع أطر التعاون القائم حاليا في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وهناك الكثير من الشركات الأردنية التي تعمل في مشاريع في الأردن مثلا في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات ونحن نتطلع قدما لجذب المزيد من الاستثمارات والشركات الكورية للأردن ونعمل من أجل هذا دائما كذلك هناك بيننا تعاون سياحي كبير ونحن متحمسون جدا في هذه الفترة التي عادت فيها الحياة لطبيعتها وتم رفع معظم القيود في مختلف أنحاء العالم نتطلع لعودة السياح الكوريين إلى الأردن خاصة نتمنى ذلك وإن شاء الله تزورينا قريبا سنكون سعيدين بترتيب زيارة لكي نتطلع لزيارة السياح الكوريين للمختلف الأماكن الدينية في الأردن مثل موقع مقطس السيد المسيح للأماكن التاريخية مثل البتراء ووادي رام جرش ومقيس والبحر الميت وكلها أماكن جميلة متميزة وأتمنى أن تحظى على اهتمام كبير من الكوريين ويأتون لزيارتها كذلك هناك تعاون قائم بيننا منذ سنوات طويلة في المجال التنموي من خلال الوكالة الكورية للتعاون الدولي كويكا ونحن نقدر جدا المساعدات التي قدمتها للأردن في مختلف المجالات خاصة في قطاع البنية التحتية مثل مشاريع المياه أيضا هناك التعليم وغيرها من المجالات كذلك هناك مشاريع كثيرة نفذناها مع كوريا إكسن بانك أيضا في مجالات البنية التحتية في مختلف أنحاء الأردن هناك أيضا تعاون ثنائي على الصعيد البرلماني هناك لجنة صداقة أردنية كورية في البرلمان الأردني وكذلك الأمر في الجمعية الوطنية الكورية إذن ما هي أحمل القضايا في العلاقات الثنائية حاليا في رأيك؟ يعني حاليا ممكن أن أقول كما ذكرت أو هل هناك أي القضايا معلقة؟ الحمد لله كل الأمور تصير بشكل إيجابي جدا فنحن نعمل على تعزيز التعاون في القضايا التي ذكرتها وأضيف عليها أيضا تعاون ثقافي وتعليمي ورياضي كذلك من القضايا رياضي؟ نعم رياضة التايكويندو مثل فالأردنيين متميزين جدا في رياضة التايكويندو ويهتمون بها كثيرة وقبل أيام معدودة شاركة وفد أردني في بطولة آسيا في تشنشن نعم 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 سمعت كده وائل نعم من المنتخب الوطني الأردني شاركة مجموعة كبيرة وفازوا بعدة ميداليات وحتى في الأولمبيكس حاز أردنيون على ميداليات ذهبية في رياضة التايكويندو في السنوات السابقة ونحن فخورون بذلك ودائما فيوجد تدريب وزيارات متبادلة على الصعيد الرياضي من الأولويات الأخرى على صعيد العلاقات الثنائية نستكشف التعاون في مجالات جديدة وواعدة مثل النمو الأخضر مثل الزراعة الذكية والتشجير والغابات وأيضا التعاون الصحي فكل هذه العناصر يمكن نعتبرها أولويات أولويات موجودة ونعمل على تعزيزها وأخرى نستكشف المزيد من التعاون فيها إذن بمناسبة ذكر ستين للعلاقات الدبلوماسية بين كوريا والأردن هذا العام نتوقع الكثير من الأحداث وأيضا خطة بين سيئول وعمان هل من الممكن أن تواتحها؟ نعم هذا صحيح لقد قمنا بتنظيم العديد من الأنشطة في عمان وفي سيئول في سيئول مثلا أجرينا مسابقة لتصميم شعار الذكر الستين للعلاقات الأردنية الكورية بالتعاون مع الجمعية الكورية العربية وفاز به مصمم كوريا وسأريك ربما رأيتي هذا الشعار نعم نعم قطينا في الخبر نعم صحيح وسننظم قريبا إن شاء الله معرض عن الفلكلوري الأردني في أحد المتاحف هنا في كوريا أردني؟ نعم سيعرض للحياة الفلكلورية الأردنية عبر السنوات كذلك نعمل على تنظيم معرض مشترك بين الفنانين الأردنيين والكوريين قريبا أيضا بعد شهر أو شهرين سنعرض فيها أعمال مشتركة يعني قام الفنانون لأول مرة برسمها معا خصوصا بهذه المناسبة ونتعاون مع السفارة الكورية في عمان أيضا ضمن هذا الإطار وأيضا السفارة الكورية في عمان أقامت العديد من الأنشطة بهذه المناسبة نعم إذن عرفنا أن موظم يعني أنت ذكرت كده موظم وظائفك الدبلوماسية كانت في الدول الأوروبية والولايات المتحدة أو ما يسمى بالغرب لكن هذه المرة أصبحت كما ذكرت يعني تعملين في كوريا أو في الشرق لأول مرة يعني فما هو الفرق أكثر أدوها بين المجتمعات الغربية التي مررت بها والمجتمع الكوري؟ بكل صراحة أنا أحس بتقارب كبير بين المجتمع الأردني والمجتمع الكوري من ناحية القيم والابعادات والتقاليد فهناك مثلا التقارب الأسري والأسرة الممتدة وحب المشاركة في الطعام والتقارب الاجتماعي فهذه أمور إيجابية جدا فأنا كما قلت سابقا وأقول دائما أحس هنا أنني بين أهلي وأصدقائي ففي الحقيقة تجربتي في كوريا إيجابية جدا ومتميزة يعني كل تجربة بالتأكيد لها ميزاتها وهي مختلفة عن التجارب الأخرى والحمد لله استمتعت بجميع تجاربي في مختلف الدول التي خدمت بها وهنا أنا سعيدة أنني أتعرف على حضارة وثقافة جديدة وكما ذكرت فإن بداية التعلم اللغة الكورية تسهل التعرف على هذه الحضارة بشكل أعمق وأتمنى أن أتقنها بشكل أكبر خلال السنوات القادمة الآن إلى أي مرحلة وزلت في التعلم اللغة الكورية؟ الآن أستطيع أن أقرأ ولكن لا أستطيع التحدث بعد بطلاقة فأنهيت المستوى الأول فإن شاء الله سأبدأ قريبا بالمستوى هل هناك أي جملة ممكن أن تذكري كدراتك اللغوية الكورية؟ يعني ممكن أقول أنه أنا السفيرة الأردنية بالكورية يولودان ديزا ممكن أقول أهلا وسهلا أنيونغ هسيو أتعلم الكلمات البسيطة في هذه المرحلة فإن شاء الله قريبا نعمل مقابلة بالكورية إن شاء الله إن شاء الله نتمنى ذلك إذن نسمع هذه الأيام الكثير عن رؤية المملكة العربية السودية 20-30 أو سياسة الكويت الجديدة 20-25 وما إلا ذلك هذه الأيام فما هي جهود الحكومة الأردنية لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي إذن؟ شكرا لهذا السؤال فقد أطلقت الحكومة الأردنية الشهر الماضي في حزيران رؤية تحديث الاقتصادي تحت رعاية جلالة الملك عبد الله الثاني تحت شعار إطلاق الإمكانات لبناء المستقبل وهي تغطي الجانب الاقتصادي والتنموي للأردن خلال العشر سنوات القادمة وإذا سمحت لي سأتحدث عنها بشيء من التفاصيل تقوم هذه الرؤية على ركزتين ولاهما تحقيق نمو اقتصادي متسارع من خلال استغلال جميع الإمكانيات وثانيهما تحسين مستوى الحياة ونوعية الحياة لجميع الأردنيين وتتضمن هذه الخطة خطة تنفيذية تقوم على ثلاث محركات نمو وثمن أهداف تشمل خمسة وثلاثين قطاع رئيسيا وثلاثمائة وست وستين مبادرة وعشر معايير لقياس الإنجاز والأداء والتنفيذ خلال أطر زمنية محددة فهي خطة تفصيلية جدا وعندما كما ذكرت ستأتي على مراحل وإذا سمحت لي أيضا ممكن أذكر أمثلة على أبرز محركات النمو التي سيركز عليها الأردن في السنوات القادمة مثلا هناك محرك الصناعات عالية القيمة التي يتميز الأردن فيها ولديه إمكانيات كبيرة فيها مثلا أي مجلع يعني؟ مثلا هناك صناعة التعدين صناعات التعدين في الأردن الصناعات الكيموية والدوائية الصناعات الهندسية صناعة المحيكات جانب الزراعة والأمن الغذائي والصناعات الغذائية وهناك أيضا الخدمات اللوجستية محرك ثاني يهم الأردن هو الخدمات المستقبلية كما تعلمين الأردن يشكل بوابة للمنطقة وهو متميز جدا في قطاع الخدمات وهذا ربما أمر أعتبره عنصر مشترك بيننا وبين كوريا نتيجة محدودية المصادر الطبيعية فنحن نركز على المصادر الإنسانية ونتميز بها والله نحن كوريا أيضا تفتكر إلى الموارد الطبيعية ولهذا نحن نستثمر دائما للإنسان صحيح فهذا شيء نحن نشترك فيه وندرك أهميته فضمن محور الخدمات المستقبلية نركز على التميز في قطاع الخدمات وزيادة منتج الصادرات الخدمية في الأردن سواء للإقليم أو على صعيد عالمي فالأردن بوابة لمختلف دول المنطقة على هذا الصعيد ويقدم بيئة تحتية ممتازة مثلا هناك الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الصناعات الإبداعية والخدمات المالية والرعاية الصحية والتجارة الإلكترونية والنقل كلها عناصر تسهل مثلا على الشركات الراغبة بالعمل بالأردن والمنطقة وأداء خدماتها لكل دول المنطقة ممكن أن يشكل الأردن نقطة انطلاق لها ويقدم كافة التسهيلات التي تحتاجها أيضا محرك نمو ثالث هام بالنسبة لنا هو تعزيز مكانة الأردن كوجهة عالمية وسواء ما يتعلق بالسياحة أو بصناعة الأفلام ومثلا لدينا العديد من الأماكن الأثرية والتراثية الطبيعية هناك السياحة العلاجية السلاحة الاستطبابية وكلها أمور أيضا وضعتها الحكومة في الشعار السياحي الجديد الذي أطنق له هذا العام وهو مملكة الزمن الذي يجمع كل الحضارات والتاريخ الذي مر بالأردن عبر ألاف السنين في مكان واحد يراعي أذواق مختلف السياح ورغباتهم مثلا هناك سياحة المغامرة السياحة الطبيعية الأكوتورزم هناك السياحة الطبية والعلاجية والدينية كما ذكرت سابقا وفي عنصر هام أيضا أعتقد يهمنا ويهم كوريا أيضا ونتفق على أهميته هو صناعة الأفلام صح في الأردن العديد من الأماكن المتميزة للتصوير وقد صورت الكثير من شركات الأفلام الكورية أفلاما ومسلسلات وبرامج وثائقية في الأردن ونحن ساعدون جدا بذلك ونأمل أن يزورنا المزيد من هذه الشركات إذن كما ذكرت يشتحر الأردن تقليديا وحاليا بتصوير الأفلام الدولية تقليديا طبعا مشهورة بمثلا إينديانا جونس أو لورنس العرب ولكن في الأوينة الأخيرة على وجه الخصوصي غالبا ما تظهر ودي رم كما ذكرت هي منطقة صحراوية حمراء وكذا عند تصوير الأفلام على سطح المريخ كنت سعيدة جدا برؤيتها تظهر في أحدث الأفلام مثل ميشن تو مارس أو محمى إلا المريخ أو ماشن أو ألا الدين أو ستار وورس إذن أخبرنا قليلا عن جاذبية الأردن كموقع تصوير الأفلام أو الدراما إلى جانب كونه وجهة سياهية عالمية أكثر لدينا الهيئة الملكية للأفلام وهي جهة المسؤولة عن إجراء جميع الترتيبات للشركات الراغبة وشركات الإنتاج الراغبة بالقدوم للمملكة لتصوير الأفلام واختيار المواقع وهي تقدم مختلف التسهيلات والترتيبات فبالإضافة لوادي رم اللي ذكرتي يشبه سطح المريخ ويسمى أصلا وادي القمر بسبب طبيعته الخلابة هناك أيضا البتراء التي تصور فيها إنديانا جونز وهي مدينة جميلة جدا محفورة بالصخر هل زورتيها من قبل؟ نعم 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 ولكن وادي رم لما أزور مع الأسف ولكن في المرق إن شاء الله زيارة القرية وأعتقد البتراء لا يوجد مكان مثلها في العالم فهي من إحدى العجائب السبع للعالم الجديد البحر الميت أيضا أخفض بقعة في الأرض والكثير من الأفلام والمسلسلات تم تصويرها في المدن الأردنية القديمة مثلنا عمان القديمة وغيرها من المدن المتميزة بطبيعتها وإختلاء وتنوعها ممكن نقول تنوع كلمة أدق تصفها وهناك فيلمين كوريين ربما لا يستطيع أذكر اسمهم الآن سيتم عرضهما قريبا تم تصويرهما في الأردن مع ممثلين كوريين مشهورين فإن شاء الله تم تأجيل عرضهما بسبب الوباء فإن شاء الله قريبا سيتم إطلاقهما بشكل تجاري إن شاء الله بعد هذا الأرض كثير من الكوريين يعني سياح الكوريين سيتدفقون إلى الأردن إن شاء الله والله ما تطلع لذلك قدما ونحن على استعداد لتقديم كل التسهيلات والمساعدة لهم إذن يقطر الكوريون قابل الأردن النشط للاجئين من مناطق الشركة الأوسط المجاورة مثل سوريا ولبنان ودوروه النشط في تحسين الأمور الإنسانية في المنطقة ومع ذلك قد يكون هذا ضغطا كبيرا على سكان المحليين إذن أتسأل كيف تقني الحكومة الأردنية مواطنيها بهذا الشأن؟ أولا نقدر مشاعر الشعب الكوري طبعا وتفهمهم لضغوط التي يعاني منها الأردن في هذا الصعيد وممكن أن أقول أن الأردن رغم شح موارده والصعوبات الاقتصادية التي يعاني بها لأسباب قد تكون أحيانا خارجة عن إرادته إلا أنه دائما كان يفتح أبوابه لمن هو محتاج فاستقبل عبرة تاريخي الآن عمر الأردن أكثر من مائة عام استقبل خلالها العديد من موجات اللجوء من مختلف الجنسيات وعمل ذلك بناء على التزام إنساني منه ورغبة منه بمساعدة الأشقاء المحتاجين وبكل طيب خاطر وهو تحمل أعباء اقتصادية كبيرة بسبب ذلك وطبعا نقدر ونشكر دعم المجتمع الدولي لنا بما فيه كوريا طبعا ساعدتنا كثيرا بموضوع اللاجئين ونتمنى أن يستمر دعم المجتمع الدولي للأردن لتمكينه من أداء دوره الإنساني هذا بالنيابة عن المجتمع الدولي وإذا سمحت لي ممكن أذكر بعض الأرقام لتوضح كيف وضع اللاجئين في الأردن مثلا حاليا عدد سكان الأردن يقدر ب10 مليون و700 ألف تقريبا منهم هناك 3 مليون و600 ألف لاجئ من مختلف الجنسيات وبالتالي هذا الرقم يشكل 34 بالمائة من عدد السكان وهي نسبة عالية جدا لبلد صغير في الأردن إذن أنتم تؤدون جنسية مباشرة للاجئين يعني؟ لا يعني هناك لأنه في لاجئين من عدة جنسيات فهناك العديد من الاعتبارات التي تحكم ذلك فالآن سأذكر لك عدة أمثلة توضح الوضع على أرض الواقع مثلا هناك من السوريين مليون و300 ألف في الأردن حاليا منذ بدء الأزمة السورية هناك من الفلسطينيين المسجلين مع وكالة الأمم المتحدة لإغاذة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين تقريبا 2 مليون و200 ألف هناك أيضا لاجئين من جنسيات أخرى مثل عراقيين يمنيين سودانيين وصوماليين وغيرهم وممكن أن أذكر مثال لكي يوضح ما كنت أتحدث عنه فالحكومة الأردنية أطلقت خطة الاستجابة للأزمة السورية فمثلا الخطة التي غطت الأعوام 2020 لـ 2022 قدرت تكاليف استضافة السوريين في الأردن بـ 6.6 مليار دولار أمريكي فهذه الخطة يتحمل المجتمع الدولي جزء منها طبعا ونحن نقدر ذلك ونشكر دائما كل الدول التي ساعدتنا ولكن الجزء الأكبر منها تحت تحمل الحكومة الأردنية ولكن البنية التحتية عندكم ممكن تتحمل كل هذه العبالة إضافية؟ يعني بلا شك هذا الوضع أدى لضغط كبير على البنية التحتية وهذه خطة الاستجابة التي ذكرتها تركز على كيفية تحسين البنية التحتية لتمكينها من استيعاب هذا الضغط فمثلا هذه الخطة تركز على ثلاث عناصر هي دعم المجتمعات المضيفة للاجئين كيف نمكن المجتمعات من امتصاص اللاجئين ومساعدتهم وتقديم الخدمات وبناء القدرات المؤسسية التي تمكن مختلف الجهات من تقديم خدمات اللاجئين ودعم اللاجئين أنفسهم طبعا من القطاعات التي تندرج تحت هذه العناصر التعليم البنية التحتية كالصحة والمياه والخدمات العامة فكما تفضلت رقد شكل ذلك ضغط كبير على هذه القطاعات ونحن نعمل بالتعاون مع الشركاء على تحسينها وتعزيز قوتها التي تتمكن من التعامل مع هذا الوضع إذن أفهم أن مستحضرات التجميل بملح البحر الميت تحظى بشعبية كبيرة بين النساء الكوريات طب هذا شيء ممتاز نعم بالإضافة إلى مستحضرات التجميل ما هي المجلات المتوقعة أو المرقوبة لتوصية تجارة ثنائية في المستقبل في رأيك يعني بالإضافة لمستحضرات التجميل من البحر الميت هناك أيضا المستحضرات ذات الجانب الاستطبابي ممكن أن نقول عن طين البحر الميت فهو له فوائد طبية كثيرة سواء كمستحضر تجميل أو مستحضر طبي فهو مفيد للبشرة وأمراض العظام وأمراض العضلات هناك العديد من منتجات الحرف اليدوية أيضا التي نعمل على تسويقها في كوريا هناك أيضا زيت الزيتون كل هذه الأمور زيت الزيتون صح نعم فالأردن ينتج برضو زيت الزيتون فإن شاء الله كل هذه الأمور نعمل على تسويقها في السوق الكوري وكما تعلمين هناك صادرات من الأردن إلى كوريا من ضمنها مثلا بعض المعادن بعض الأسمد التي ينتجها الأردن ومثل هذه الأمور إذن كيف هي رؤية سعادة سفيرة للحياة في كوريا أموماً رغم قصر فترة إقاماتك في كوريا ما هي الأماكن في كوريا أو ما هي المشاهد التي لا تنسى بشكل خاص بالنسبة لك بكل صراحة أكثر ما عجبني أن كوريا دولة مستقبلية جداً وحققت مراحل متقدمة جداً في كافة النواحي وهذا شيء مثير للإعجاب جداً في وقت قصير ولكن في نفس الوقت فهي حافظت على الجانب التقليدي فحافظت على العادات والتقليد وحافظت على الحياة التقليدية فبالنسبة لي شيء يعني مثير للإعجاب جداً رؤية هؤلاء الجانبين معاً مثلاً في سيؤول ترين هانبوك فيلج والهانبوكس والهانوك فيلج وفي نفس الوقت ترين الروبوتس والتطور التكنولوجي الهائم فهذا شيء مثير للإعجاب جداً من وجهة نظري وأنا تعلمت الكثير أثناء وجودي هنا إذن أخيراً ما هي الخطة أو الأحداث التي تريدين تحقيقها خلال فترة عملك كسفيرة في كوريا يعني أرى أن أولوياتي هي ثلاث نقاط بشكل أساسي وأتمنى أن أتمكن من تحقيق تقدم على صعيدها بالتعاون مع الشركاء الكوريين وهي أولاً المساعدة في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بيننا وبين كوريا واشتذاب المزيد من الشركات الكورية والاستثمارات للأردن وأيضاً الترويج السياحي للأردن هنا والترحيب بالمزيد من السياح الكوريين لمختلف الأماكن في الأردن وأيضاً استكشاف مجلات التعاون الجديد مثل كما ذكرت النمو الأخضر والتشجير والغابات والطاقة المتجددة ومثل هذه الأمور والزراعة الذكية وكلها مجلات مستقبلية أرى أن فيها إمكانيات كبيرة للتعاون إن شاء الله والله في نحية هذا اللقاء نشكر سعادة سفيرة الزيتال سفيرة المملكة الأردنية الحاشمية لدى كوريا الجنوبية هذا اللقاء للشيق المتحمس ونتمنى لك مزيداً من التألق والتوفيق والنجاح شكراً جزيلاً أقدر جداً هذه المقابلة وأتمنى أن تزورونا جميعاً في المستقبل القريب إن شاء الله شكراً جزيلاً KBS World Radio